إيه اللي مساحيك لحد دلوقتي بتعيت لإيه؟ أنا النهاردة اتخنقتي في المدرسة عاجي وجيه النهاردة اتخنق مع صاحبه في الفصل فأنا رحت أشوف فيه إيه ومن إيه أضربه كويس رايح تتطمن على أخوك الصغير بعدين وبعدين اللي ضرب أخوي الصغير أنا ضربته فهو جاب أخوك كبير وأخوك كبير ضربت آه وانت زعلان بقى وبطعيط علشان أضربت من واحدة أقوى منك صح؟ آه وعلشان معرفتش أخد حق أخي الصغير يا بابا أنا عايز بقى أقوى واحد في الدنيا حقك؟ عايزت بقى أقوى واحد في الدنيا عشان تدفع عن نفسك وعن أخوك بس عشان تبقى أقوى واحد في الدنيا لازم تاخد بالك من نصيحة اللي أقولها لك دي اوعى تستقوى على حد أضعف منك عشان ربنا ما بعتلكش واحد أقوى منك يرزعك العلق اللي مساح عليك قوي دي وديك شايفه صاحب المشكلة نايم وبياكل رز مع الملايكة ولا في دماغه أي حاجة مرة الجاية لو حصلت حاجة بالشكل ده تيجي تقولي أنا بابا أنا ظهركم أنا موجود علشان أحميكم مرة الجاية تيجي تقولي ناخد بعضنا كده بربطة المعلم ونروح الخناءة نتخانق الخناءة ونأكل حج تتعلق ونيجي نامكي ونأكل رز مع الملايكة شكرا للمشاهدة